كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ما هو أعظم وأكرم عند الله تعالى من المتاعي الدنيوي لا شك أننا جميعا نبحث عن الدنيا لا شك أننا جميعا نجري ونتصابق من أجل نيل متاعي الحياة الدنيا هذا أمر طبيعي وفطري لكن المولى عز وجل الحنان المنان المربي يدلنا على شيء أفضل وأكرم وأنعم من متاع الدنيا الزائل يخبرنا بأنه لحرج في أن نبحث عن متاع الدنيا ولكن لا ينبغي أبدا أن نغفل بأن هناك نعيم آخر في انتظارنا هناك نعيم يستعد ويتأنق ويتألق في انتظار عباد الله المخلصين فما هو متاع الحياة الدنيا وما هو هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكرم وأنعم من متاع الدنيا كل هذا يلخصه المولى عز وجل في كتابه العزيز فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولنا العظيم أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نسبح في معاني هذه الآيات البينات العطرات ونتعرف عن حقيقة الدنيا وما لنا فيها ثم نتعرف عن ما ينتظرنا بعد عمر طويل ننتقل إلى عالم آخر ماذا أعد فيه المولى جل علا في مستهل هذه الآيات ربنا يقول زين للناس حب الشهوات ما معنى زين هنا زين بني للمجهول من الذي زين لماذا لم يقل زين الله للناس وإنما قال زين بمعنى أن المزين المبني للمجهول قد يكون تارة هو الله جل جال علا وقد يكون إبليس والعياد بالله فالله تعالى هو زين هذه الملدات والشهوات لأنه خلقها وأوجدها وهيئها للانتفاع بها كل هذه الشهوات التي سوف نذكرها من خلقها الله تعالى وهو الذي أوجدها وهو الذي ركزها في قلوبنا جعل في قلوبنا شهوات وملدت مركوزة وقد يكون المزين هو إبليس لأنه يستغلها فيميلها عن طريقها ويجعلها منحرفة فتكون هذه الشهوات فيها خديعة وفيها وسوسة وفيها إيقاع بالإنسان هذه الشهوات هي ربنا عز وجل ذكر منها سبعة أول ما ذكر ما هو قال زين للناس حب الشهوات من النساء أول شهوة ركزها الله تعالى في قلوب البشر هي شهوة النساء فربنا عز وجل لما خلق أبان آدم عليه السلام خلقه عازبا وظل آدم قيل أربعين سنة في الجنة يتنعم كان لم يكن عنده أي مشكل وحينما خلق الله له أمنا حواء هنا ستبدأ فتنة إبليس سيحو حوله وسوف يوقعه في المعصية هذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء بمعنى أن المرأة حضورها قوي في حياة الرجل الرجل قد يكون قوي وقد يكون عنده عواطف جياشة وعنده صلابة ولكن أمام المرأة يضعف وقد يغير مبادئه وقد يتخذ قرارات خاطئة لإرضاء المرأة يحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضور المرأة في العمل السياسي وفي القضايا الكبرى حتى قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء معظم الخطايا التي وقع فيها بني إسرائيل في عهد موسى وفي بعده من الأنبياء الذين يتلوه دوما إذا بحثت في أي مشكلة ستجد بأن حضور مرأة قوية تؤثر في القرار لكن ليس كل النساء فتنة هناك النساء التي هن مؤمنات صادقات إذا هذه شهوة النساء هي شهوة زين للناس حب الشهوات من النساء المرأة إذا كان الغاية منها هي البحبة الصادقة والمودة والوئام والغرض منها هو تحصيل العفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إذا كان الغرض منها تكوين أسرة وإنجاب أولاد هذا أمر مرغوب فيه وهذا أمر مطلوب هذا هو التزيين الذي وضعه الله تعالى جعل المرأة بهذه المعاني الله زينها ولي خلقها بهذه الأوصاف الجميلة الجدابة وهو الذي جعل في نفس الإنسان رغبة وإنجداب وهو الذي جعل النسل لا يتم إلا بالاتصال بين الرجل والمرأة وبحياة مستقرة يتكاتر النسل وتكون الخلفة بهذا المعنى فالمزين هو الله تعالى وهنا المرأة طيبة وهي خير متاع كما قال رسول الإسلامي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك هذه المرأة الصالحة خير متاع أعظم متاع فالمزين هنا قد يكون هو الله الخالق البارئ أعطاك مرأة فيها العفاف وفيها المودة وبها يحصل الخلفة هنا المزين الله تعالى لكن قد يكون المزين هو الشيطان لما تجد النساء يستعمل جمالهن سلاح للإغواء وللإغراء وللفتن وللإقاع بالناس في حبال الشيطان والعياد بالله يكون هنا المزين الشيطان جمال المرأة تحول إلى سلاح ورونقها صار فتنة هذا معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بعد أن ذكر حب النساء ذكر حب البنين هو متاع عظيم لأن الإنسان أعظم ما يحبه في الوجود هم أولاده أولادنا فلدات أكبادنا هم أكبادنا تمشي على الأرض قرة العين وأعظم محبة ممكن أن يقرها الإنسان هو لأولاده ومن أودع لنا المحبة هو الله تعالى جعلنا المحبة في النفوس لماذا؟ لبقاء ودوام النوع الإنساني إذا افتقدنا المحبة من الأباء والأمهات والأولاد قد يضيع النسل ولكن هذه المحبة بها الله تعالى يجعل البقاء الإنساني والنوع الإنساني دائما وباقيا وربنا سبحانه وتعالى حبا في الأولاد يجعل الرجل يحب المرأة وكذلك المرأة تحب الرجل لماذا؟ حبا في الأولاد هذا معنى قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة في أوله الحياة وقد قد تصيبهم بعض النكبات ويذهب هذا الحب يبرد البرد العاطفي لكن يبقى الأولاد الأولاد نعمة عظيمة الأولاد نعمة كريمة الأولاد بهم تبقى الرحمة فالرجل يرحم زوجته لأنه أم أولاده والمرأة ترحم زوجها لأنها أبو الأولاد ويصبر بعضهم على بعض ويستمرون في الحياة رغم النزاع كل هذا لماذا؟ لبقاء النوع الإنساني ليكتر التناسل وتبقى هذه الحالة الغريزية مستمرة لكن ما معنى زينا هنا؟ إذا كان المزين هو الله تعالى فهذا الأولاد غد يكون إنسان يحب أن تكون عنده أولاد تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي حديث آخر قال فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة فالذي ينجب الأولاد بغرض أن يعلمهم الدين ويكون صالحين في المجتمع وأنهم يبلغون رسالة الله وأنهم يكون يحمل المشعل بعده هذا خير عظيم وهذه باركة كبيرة هذا أمر محمود أما إذا كان يولد الأولاد فقط ليتفخر بهم أو ليستعملهم في بعض الخدمات أو ليدخل بهم في معارك هذا كله مذموم فالمزين هنا هو الشيطان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ثم قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الناس يحبون المهل حبا جمع لقد خلق الإنسان وهو يحب المهل لو كان الابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتبع الله على من تاب إنسان لا يشبع من المال إذا كان يريد المليون يصل إلى العشرة يصل إلى المائة مليون يصل إلى المليار يصل إلى عشرة ملايير ويستمر لا ينقاضي أبدا هل من مزيد هل من مزيد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ربنا قال والقناطير المقنطرة هذا تعبير عن ميزان معناه هو جمع قنطار هو تعبير عن وحدة وحدة للقياس بمعنى أنه مال وفية القناطير المقنطرة يعني لما تقاص في الميزان هي تقيلة جدا يريد أن يكون عندهم مال وفير لأن الأقدمون كان عندهم إما الدراهم المعدودة فشاروه بثمان بخص دراهم معدودة إذا كانت قليلة تعد بالدراهم وإذا كانت كثيرة لا تعد بالدراهم بل من الميزان بالقناطير فهذا المال هو قد يكون المزين هو الله تعالى الله تعالى قد يزين لك هذا المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح رجل من الصالحين قال الله المال فوينفقه على أهله ودويه ويوسع به على الفقراء والمساكين والمحرومين والأيتام والمرضى هذه نعمة نعمة عظيمة الذي أعطاه الله هذا المال فهو ممدوح شرعا ومحمود لكن قد يكون الذي يريد يجمع المال فقط ليتفخر ويتباهى به على الناس ثم يتكبر على الضعفاء ويتجبر على الفقراء فهذا مذموم فالمزين هنا الشيطان زين مبني للمجهول من الذي زين الشيطان يعطيك المال الوفير لا خير فيه لا خير فيه إذا كان عندك مال وفير وتجمعه وتتفخر به وتتعالى على الناس هذا المال لا خير فيه هذا عذاب عليك أن تخلص منه أما إذا كان هذا المال تجعله للنفق والتوسي على العيال ثم للإعطاء لمن حولك من الفقراء والمساكين والأيتام وإفرحهم فهذا نعم المال نعم المال الصالح للعبد الصالح والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة هذا نوع من المال كان عند العرب قديما هو الخيل الخيل المسومة هي الخيل المرعية الخيل المعلمة الخيل الرائعة الحسناء لأن العرب عندهم خيل يجرون الأثقال والعربات وهناك خيل للتباهي بحل الخيلة أو أصحاب التمرضة عندهم خيول كتلقى أعزوا إليه من ابنه أعزوا إليه تمسعينه ما تمشي الخيل دياله عزيزة الخيل المسومة كتلقى كيتالله فيها وينفق عليها ويتعهدها بالنظافة ويوقعها الدوائد مارضة عزيزة وهذا المال للخيل يكون عظيم والخيل معقود فيها الخير إلى يوم القيامة هذا الخيل كانت عند العرب من أجود الأموال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ستبقى هذا الخيل كأحسن الأموال إلى قيم الساعة يعني كل عصور إلى يومنا هذا معلوم أن اللي عنده الخيل المسومة رغم الأثرياء رغم الأعيان لا يستطيع أن يكسبها إلا إذا كان ثريا هناك الأمراء والسفراء وعليا القوم والناس الأثرياء هم الذين يمتلكون الخيل المسومة ماشي الخيل التي تجر العربات والأتقال هذه المقهورة مسكينة فقال لنا من يزينها هذه الخيل المزين إذا كان الله تعالى معنى أن الإنسان إذا كان يحمد ربنا على ما سخر لنا من هذا المركوب هذا مسخر الله تعالى قال لنا ودللنا لكم فمنها ركوبكم ومنها تكون يعني مسخرة وكي يستعمل الإنسان إما لتبيى الفرحة والسرور وأنه يشوف نعمة الله عليه يكون المزين هو الله أما إذا كان يستعملها للتفاخر يركب فق منها ويحتقر الآخرين أنتم ما تستطيعوا أن تصلوا إلى مستوى الرفيع يتفخر ويتعظم هنا المزين الشيطان زين المبني المجهول هو الشيطان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط والأنعام ما معنى الأنعام الأنعام هي أربعة هي الإبل والبقر والغنم والمائز هي التي يأكل لحمها هذه الأنعام الأربعة هي خير المال اللي عنده الإبل را عنده خير المال ولي عنده البقار را ربي كرمه واللي عنده الغنم ربي عزه واللي يعطاه المعيز ربي فرحه واللي يعطاه شي كله ربي غناه هذا من أجود المال والناس اللي هم في الفلاحة يعرفون قيمة هذه الحيوانات هي أصلها مال وفير لكنه حيوانات حية ترزق إذا كان الإنسان تعقل الله هذا النائم كله ويشكر على ما أعطاه ويأكل منها ويدبح ويتصدق وينفق هذا مال خير هذا مال عظيم الذي يزين الكسب يبقى يكسبه ويدي الفيرمات ويعود يوسعها ويجيب الطبيب البيطاري ويعتني بها هذا ربنا عز وجل أكرمه هو الذي يزين العمل الصالح لأن هذا العمل بالناس يعيشوا وكي يستمروا في الحياة ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويشكرون المولى فالمزين الله أما من أرد أن يجمعها للمضاربة وللتفاخر وللتعظيم وللاستغلال فالمزين الشيطان والخير المسومة والأنعام والحرط الحرط هي الأراضي الفلاحية المتخدة للغرس والمعدة للزراعة هذه الحرط أراضي إما فرمات إما بيعات إما مزارع إما وإما كل هذه دليل على المال هذا ما الوفير الفلاح والزراعة من أعطاه الله له أعطاه الغنى الغنى الوفير والخيل الكثير هذه الأمور كلها هي محببة للإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا ربي عز وجل في الختام قال لنا هذه الأمور كل لكبلكم بأنه ذهب وفضة وأنعام وقناطير كل هذا ره مجرد متاع لا تغترون به اسألوا من ودع الدنيا تركهم ورحل بدونهم هذا كل متاع الحياة الدنيا وزنتها لأنها عملة حدها الدنيا الآخرة عملة غير مقبولة العملة الآخرة هي الحسنة ربنا قال لنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه النعم الزائلة لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة واللي تنفع صاحبها هو حسن المآب أي حسن المرجع الله تعالى يمنينا بأنه سوف نعود إليه وسوف نلقى حسن حسن مآب فالمقصود أن من أتاه الله الدنيا عليه أن يستمتع بها هذا حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيام فكل هذا مطلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا بتجارة أعظم من هذا من أراد أن يفوز أكثر من هذا من أراد أن يكون في القمة من أراد أن يكون في الصدرة ما علي أن يفعل هو أن هناك أساليم أخرى للغنى وللامتلاك قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الله عز وجل سيدلنا على البديل وهكذا أسلم القرآن القرآن العظيم يطرح القضية ثم يأتي بالبدائل ثم يرغب ثم يرهب ثم يربط القلوب بالله هذا منهج القرآن دائما يطرح ربنا قضية معينة إشكال ثم بعد ذلك يعطينا البديل نستع السياسة خصومي فهموا هذا المنطق القرآني إذا حرمنا وإذا منعنا شيئا أين هو البديل لا بد أن تعطيني البديل والبديل يكون ممكن التنفيذ ممكن الحصول عليه وبأقل تكلفة ثم ربنا يستعمل أسلوب الترغيب طارة وأخرى أسلوب الترهيب هذا من ما التربية لأن الإنسان بطبعه لا ينفع معه الترغيب على طول كما لا ينفع معه الترهيب على طول بل لا بد أن يكون هناك توازن بين الترغيب والترهيب وفي الختام تجد ربنا عز وجل يفتح لنا باب الأمل ويربط القلوب بالله جل علا كل هذه أدول معنى القرآني جميع الآيات لقرأتها في كتاب الله قد تسيروا على هذا النصق يقول تعالى البديل قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هذا هو البديل القابل للتنفيذ الله تعالى يخبرنا عن هذا البديل فيقول يا محمد قل للناس هل أنبئكم هل أبين لكم ما هو أفضل عند الله تعالى ولكم من هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط هل تريدون أن أنبئكم بأفضل من كل هذا قالوا ما هو هذا الأفضل قال للذين اتقوا عند ربهم جناتهم تجري من تحت الأنهار الذين اتقوا يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون من المتقين إياك أن تغفل إياك أن تفوتك هذه المعاني الحياة قصيرة سرعان ما تنضي إذا فتتك هذه المعاني بعت ضياعا كبيرة للن نتقوا التقوى ما من التقوى التقوى كما عرفها سيدنا علي ابن أبي طالب بمعنى مركز قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لابد أن يكون عندك هذه المعاني تقوى الله خوفنا الجليل دائما تستشعر بأن الله معك ربي يسمعنا ينظر إلينا ربي معنا أخشى أن أفعل شيئا لا يرضيه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ما في القرآن العظيم من أحكام وفي السنة المطهرة أعمل بها وأسعى لإرضاء الله والرضا بالقليل يعني ربنا لما يقسم الأرزاق ويقسم المتاع في الدنيا جعل الناس متثاوتين نصيبك عليك أن ترضى به يعني أنت لست مسؤول ولا الوضع العام مسؤول إنه قدر الله وقسمة ونصيب إرضاء بالقليل حتى ياتيك الله الكثير والاستعداد ليوم الرحيل دوما العبد المؤمن مستعد بأنه هنا في الدنيا كأنه عابر سبيل كأنه مسافر أو ضيف أو عابر سبيل سوف يرحل كي ابن الضار وكي زينها وكي عرب بأنه سيرحل وغيرت بقدر في مكانها كي شري السيارة الفارهة يسوقها ويعلم بأنه سيرحل ويتركها للورة ينشئ الأرصد البنكية ويملأها ويعلم أنه لن يأخذ شيئا منها ويساهم في أشياء كثيرة لكن يبقى له ثوابها يبقى له أجرها إن فعلها طاعة لله أما إذا فعلها تفاخرا وفعلها من باب الكبرياء والعجب ضيع عليه كل شيء بماذا يعيدنا الله تعالى جنات الله أكبر جنات مش جنة واحدة هي جنات لأن الجنة لما تدخل إليها فيها رحلات مرة كتنمشي الوحد العالم دي الجنة واليوم الموالي كتنمشي ترحل عالم آخر واليوم بعده عالم آخر ليس هناك جنة واحدة ستصاب بالملل الكوكب الأرضي في قارات مرة في أوروبا مرة في أمريكا مرة في روسيا مرة في إفريقيا مرة في القطب الشمالي المتجمد مرة في القطب الجنوبي المتجمد مقرات متعددة وفي البلد الواحد هناك أقاليم شمال والجنوب والوسط أما الجنة فربنا عز وجل قالك هي جنات عوالم كل مرة تسافر ليس لها حدود وكل جنة عرضها السماوات والأرض عرضها أما الطولها لا يعلمه إلا الله هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار ما في أزمة عطش ولا أزمة ماء الأنهار من كل مكان الجنة مليئة بالأنهار بدون مجرى ما في مجرى الأنهار تمر أمامك أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفة وأنهار من خمر لدة للشاربين أنهار كثيرة العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ثم قال خالدين فيها الخلود الأبدي نحن في الدنيا الآن نعمل ودائما نقول متى سأحصل على التقاعد وكم سيتبقى لبدا التقاعد وكم سأستمتع فمن الآن أي متعة أشعر بأنها معكرة لأن هناك تحسب الموت في أي لحظة والموت لا تنتظر منك أن تتقاعد الموت قد تأتي في أي لحظة يموت الشباب ويموت الصبيان ويموت الغلمان ويموت الكبار والصغار فالإنسان في الدنيا دائما مهدد بالموت إذا أصابتكم مصيبة الموت إن تأتيكم إلا بغتا لكن في الآخرة في الدار الأخرى ما في موت ربنا يقول للملك الموت يا ملك الموت موت فيموت ملك الموت وينادي مناد خلود لا موت أبدا هذا معنى خالدنا فيها أبدا يعني ما كثير لن تنزع منكم الحياة مرة أخرى ستعيشون وسوف تستمتعون وكل يوم لا يشبه الذي قبله كل يوم هو في شأن ما في روتين وأزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خبن فيها وأزواج مطهرة الله تعالى يعطيك أزواج هي أطيب وأنبل مما تضن ما عندها هذه الأزواج نقصان نقصان الذي في الدنيا مثلا الرجل في الدنيا قد يرى المرأة فيها نقصان أن مثلا يأتيها الحيض مثلا في مدة الحيض لا يقربها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض أو هناك ربما قد تكون المرأة لسانها صليط أو تكون قلقة ضجرة في كل وقت أو تكرأ أهلك وأحبابك أو أنها تكون محبة للمال هذه الصفات سيئة في الدنيا ربنا عز وجل يزيلها النساء في الجنة طاهرات عاففات طيبات حلوات حسنوات وهؤلاء النساء ما فيهم لا حيض ولا نفاس ولا خبت ولا أذى كل ما يعترى النساء في الدنيا ما فيش كذلك الرجال أيضا الرجال في الجنة ليس كرجال الدنيا الرجل قد يكون ربما فيه شك فيه نكد فيه من فيه عدم عناية بشكله وبنظافته كل هذا ما فيش يعني الرجل في الدنيا على صورة يوسف عليه السلام قمة الجمال وقمة البغاء وقمة النظافة والطهر والعفاف ثم لما يدخل الله أهل الجنة إلى الجنة ويتناعمون ويجتمع الأزواج والأولاد والأحباب والأقارب يقولون يا ربنا هذا نعيم عظيم هذا نعيم كبير الجنة أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقولون الله تعالى هناك ما هو أعظم من الجنة يقول يا ربنا ما هو الأعظم من الجنة الجنة هي أعظم شيء كنا نبحث عنها وقد أكرمتنا بها حصلنا عليها الجنة فيها نعيم الخيال لا يقبل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول لهم الله عز وجل هناك ما هو أعظم من الجنة ما هو ورضوان من الله أكبر أعظم ما في الجنة هو الرضوان الله تعالى يرضى على عباده المؤمنين وإذا رضي الله عنك وسمعته أنه يرضي عنك ستشعر بشهوة ولدة ومتعة لا تعادلها لا متعة الطعام والشراب ولا متعة النساء والأولاد والبنات ولا متعة الركوب والسفر ولا متعة الأمجاد أعظم متعة أعظم لدة وهي رضى الرحمن يقول ربنا عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر أكبر شيء في الدنيا في الآخرة حتى قيل إن عذاب أهل النار 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 الناس يتعدبون فيها والجنة يتناعمون فيها ما هو سر العذاب وما هو سر النعيم بعض العلماء قال لك ليس سر نعيم أهل الجنة وما فيها من طيبات وشهوات وملدات وحوريات وليس عذاب النار وما فيه من جحيم بل أعظم ما في نعيم الجنة هو رضوان الله الأكبر ورؤيته ومكالمته وأخطر عذاب في النار هو أن الله تعالى حاجب نفسه عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أهل النار يقولون إن النار تحملناها لكننا لم نتحمل أننا حرمنا من رؤية الله ورضوان الله والمكالمة مع الله والمحادثة مع الله لنا أكبر نعمة هو أن الله تعالى كل جمعة يسمى المزيد يرفع الستار فيجتمع مع عباده المؤمنين بل فيه بعد الروايات ليس كل جمعة عند كل صلاة لما نصلي لله تعالى ونستقبله المحافظين على الصلاوات الخمس عند كل صلاة الله تعالى يستقبلك كنت تصلي لو في الدنيا وأنت لا تراه فيقول لك يا عبدي ها أنا دا أتجلى لك في الآخرة خمس مرات في اليوم ربك يتجلى لك أما الداكرون لله في كل وقت وحين فالله معهم بكرة وعشية لأنهم في الدنيا لا يفترون عن الذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم تفضلا وإكرما أحبابنا في الله إذا أردتم أن تعرفوا أنفسكم هل أنتم من هؤلاء أم لا ماذا علينا أن نفعل الصفات التي ذكرها الله في ختام الآية ماذا قال أهل الجنة وأهل النعيم وأهل الرضوان الأكبر ما هي صفاتهم لا تحتاج إلى دراسات معمقة ولا إلى أبحاث فيها متاعب بل الأمر بسيط للغاية يقول ربنا عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمثقين والمستغفر بالأسهار أدهم الصفات أول صفة أيها الأحباب الكرام علينا أن نلتزم بماذا بالإيمان بالله دوما نحرص عليه أن يكون في قلوبنا الإيمان بالله تعالى هو رسل المال دائما نجدده جددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الاعتراف بالخطأ والذنب بين يدي الله نحن نخطئ لا عيب في الخطأ لا عيب لا عيب في الخطأ لا عيب أن تقع في السيء السيئة لكن العيب أنك لا تستغفر لكنك العيب أنك لا تعترف بذلك بين يدي الله وتقف بين يديه منكسر الجناح الاعتراف بالذنب يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نسأل الله تعالى أن يحفظنا من النار ثم قال الصابرين الصابرين الدنيا فيها متاعب هناك من يصبر على البلاء وهناك من يصبر على الشهوات وهناك من يصبر على الشبهات فكل مننا مبتلى تلك يبتلى بالابتلاءات الفقر والمرض والنزاعات العائلية هناك من يبتلى بالشهوات كتقى نفسه محب للشهوة باغي النساء باغي الخمر باغي الليالي الملاح يقول لك لم أترو بعد أريد أن أستمتع الشهوة تشده وخام باغيش عارفة أنها حرام لكنها تشده وهناك من يبتلى بالشبهات كيبقى عنده الوسواس من خلق الوجود من هم الآله الله من خلق الله من وضع كذا كيبقى الشبهات صعب جداً وإذا آمن بالدين هل السن حق أم هي ملفقة القرآن حق أم هو مفبرك كيبقى الشبهات والعياد بالله فهؤلاء يصبرون إذا جاءتك أي ابتلاء اصبر كن مع الله تعالى تصبر على طاعة الله وعلى المعاصي وعلى أقدار الله ثم أن تكون من الصادقين الصادقين لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة إنسان في الصدق من علمات المؤمن أنه لا يكذب أنه لا يخون أنه لا يراوغ المؤمن صادق مثل المرآة يعني ظاهره كباطنه الصادقين والقانتين القانتين لربهم أنه دائما المؤمن يأخذ نصيبا من الليل مرة مرة كنفق في جوف الليل وكنقول هذه هذه مبادرة بيني وبين ربي ربي فرض علي خمس سلوات في اليوم والليلة كفا ولكن أنا أخذ مبادرة مرة مرة بالليل أستيقظ والناس نيام وأتوضأ وأصلي لربي قيام الليل وديسمى القنوط القانتين لربهم والمنفقين المنفقين إنسان يكتسب المال ويقتطع شطرا من ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين لا يأخذ المال كله حتى لو كان قليل عند غير تلف درم في الشر كنأخذ منها واحد شطر كنقول هذا نصرفه دراهم صدقة للفقراء والمساكين عندي كثير أخذوا شطرا كبير وأعطيه للضعفاء والمحتاجين ثم بعد ذلك أنهم يطلبون المغفرة دائما يطلبوا المغفرة في كل وقت وحين من الله سبحانه وتعالى هذا مقصد قولي تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستفرين بالأسهار نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نفتح خطوطنا للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 أحبابنا الكرام قبل قليل توصلنا بمكالمة من الأخت فاطم الزهرة من ألمانيا تقول بأنها تتعرض لبلاء شديد وأنها تواجه مشاكل الدنيا لا حصر لها بعد طلاقها أصيبت بمس وعندها ظروف ربنا الوحيد يعلم بها واتخذت الأسباب للعلاج ودفع هذا البلاء ولكن لا زال الأمر كما هو اتصرت أختنا فاطم الزهرة وكتقول لكم أيها الأحباب الكرام بغتكم ترفعوا حد دعوة لها عند الباري عز وجل الذي هو صاحب الأمر واللي هو الشافي واللي هو العافي واللي هو على كل شيء قدير ندعو لها بالفرج فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا دل جلال والإكرام نسألك اللهم أختنا فاطم الزهرة اللهم ارفع عنها البلاء اللهم فرج عنها المكروب اللهم خفف عليها ما نزل اللهم شفيها وعفيها وداوها يا رب أنت طبيبها وأنت معالجها يا دل جلال والإكرام رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا ربي اجعل الخير لها في القريب العجل اجعل هذه الساعة وهذه الليلة آخر أحزانها وآخر همومها واجعل يا ربنا الخيرات والبركات في القريب العجل اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج وهذا الشعبان على أبواب رمضان وتقول بأن إحدى قريباتها الأخت مروى أيضا عندها من البلاء ما الله بعليم نسألك اللهم أن تفرج عنها وعن أهلها وعن دويها يا دل جلال والإكرام يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم يا رب فرج عنها وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم حول إلى أرض الوطن إلى طنجة مع نالا مريم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سيحاج كريبان كيف رك أستاذ لابس عليك حيك الله بانس لابس الله يخلي لك وديداتك وعوش المبروكة ونهار كبير هذا أستاذ منك يقبط للتليفون وسأني هضر معك وليلة نهار كبير دولية الشرف أنني هضر مع أستاذ فاك الله ما شاء الله عليك رحنا من المستدعين ليولك الله يطول عمرك أستاذ وعطك فحيستك ونفضل ضيالك ركا تقوينا برك فضل الله و spezie تعطينا القوى أنا في هذه الحياة هذه الله يجزأكك بحار ويسهل أمر كأستاذ يا ربي بنت يا ربي براك الله وفيك الله يطول عمرك أستاذ براك الله وفيك لGS اليكятно سيكون PepsiCo wrayman أنا عاتيك باش نعود لك القفة ديالي وبعدك تدعى معي الله يسهل أمر كأستاذ يا بنت أهلا أسمعك أنا براك الله وفيك أنا انا ابنت مريم في طنزان دست واحد لك سيدان حادثة سير وثالث في عويلتي في جوج في قط البعصر الله أكبر وكنت دوما ديا في الميدان الصحي ومشت لي دست لك سيدان مشان يشوف من الحمد لله ربي خذلي عويلتي وعطاني بني توليد هيبت الله وعبد الله اللهم عليك الحمد هذا بسي لأفدني أخذ قبله اللهم عليك الحمد عليك لا إله إلا الله وبالفضل ديالك أستاذ دائما كانت سمعيني الحمد لله دائما كانت منطليك كتعطينا القوة والله يسهل أمرك أستاذ ويجازك بخار ويكثر خارك وكانت شكرك وكانت شكرا من هذا المنبر هذا الأخذ وادي معنا في القناة ديال شجرة الأمال للمكفوثين حتى هو مسكين وقف معايا الله يقف معاه والله يعطاه وتعرفت على إخوان وحدين أخرين حتى هو مسحاني في نفس الإعاقة الله أكبر يعني في هذه القناة هذه الحمد لله كنت طلب ربي من هذا النهار هذا و هذا العواشر ربي سحل عليهم كامين والله يقف معهم وكان شكرا لنفسك يقفوا معنا في هذه القناة الله يعطيهم صحة هم كيشجعونا وكي دعمونا في هذه القناة الله يسهل أمرهم يا رب يا كريم وشكرا جزا بالفضل كامل كي أرجع إليك لله تعالى سبحانه الله يحفظك بنتي الله يبو عمرك أستاذ بارك الله عافك أستاذ باسك يدعي معي ومع ولديدي ومع الوليد يدعي لي يدعي لي بالرحمة الله يحفظ لي الموامد يدعي لي ويدعي لي مع صاحبتي بالدرية الصالحة إن شاء الله يلا تزوجت كانت من ناس يسهل عليها بوددات والأخ زاوة تحتهو ربي ينسقه بالدرية الصالحة وكان سلم على البنات كاملين اللي معنا في القناة كان وصليهم سلامي وكان بارك لهم العواشر وما يخذك عفوا بنتي عفوا بنتي مريم احنا شرف لنا وكان شكرك وهنيئا لك يعني رغم هذه المعاناة لذكرتها بنتي مريم رغم كل شيء يعني كنلمسه في النبر الصوت يديا لك الطمئنة والسكينة والرضا بالقضاء والقدر وهذه العلامات تعل الإيمان واليقين هنيئا لك لأن لو غيرك وقع له هذه الوقائع وهذه الحوادث وفقد البصر وترطي هذه الابتلاءات كان غادي ربما يشعر بالتشاؤم وبالتدمر واليأس وربما قد يناجي ربه لماذا فعلت بكذا وكذا هذا عند الناس دعا في الإيمان لكن الناس لأنهم قوة الإيمان واليقين يكونوا يتكلموا بحيش كل ديالك عندهم الطمأنينة عندهم السكينة ويكفي شرفا أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة انت يا بنتي مريم حالة لعل الله تعالى العلي العظيم يباهي بك الملائكة في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إلى أمة مريم شوش حالة لابتلاءة تطيتها ومع ذلك لاحظوا كيف أنها أنها صابرة ومحتسبة وأنها لا تشكو حظها التعيس بل تقول الحمد لله تعالى هنيئا لك يا مريم أسأل الله جل جلاله أن تكون هذه الأحداث آخر أحزانك وبعدها يأتيك الله تعالى بالفرج والأفراح والمسارات ويعطيك قوة البصيرة ويفتح لك أبواب الرزق والعطاء ويجعلك من أهله وخاصته الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وجعلك يوم القيامة مع النساء النبي المصطفى في جنات النعيم ومع فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الجنان وأسأل الله أن يبرك لك في الولدات الله ينبتهم النبت حسنة وربي يعوضك فيهم يجعلهم صالحين طيبين مجتهدين ناجحين فالحين وجميع الناس اللي يتعاون معاك الله يجيزهم بخير طلب الله تعالى يغنيهم من فضله ويعوض لهم بالعشرات والمئات والألاف يا رحمن يا رحيم وكيف جمعنا الله تعالى في هذه الساعة المباركة نسأله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة ومينا ومزدلفة ويوم القيامة يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين آمين آمين يا أكرم الأكرمين ونواصل أيها الأحبة الكرام ونتحول إلى بمجرير معنا السعب الإله قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله عمي الحاج حياك الله حياك الله أصدع بالإله كده يرسي دي لنا سعليك الله يحفظك ورعاك مولي كده مع الصحيحة وكده الأخ سامي في الإخراج معنا ليلة هذه أي نعم سيسامي دائما في الخدمة والله إلى رجل طيب ورجل فاضي الله يخليه لنا الله يخليه الله يحفظك مولي دائما هو كده الوحد العمل كتير ولا يظهر ما كيباش في المدينة ولكن سيسامي هو اللي يمسك الخيوط كلها ويستقبل المستمعين وينسق بنا المكالمات ويقدم الخدمات فجزاء الله عنا خير الجزاء أمين 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 طيب والله هذا هو المدنون فيه كل شيء يشكره قال الإخوان كيشكره وعني هذي ذكرتنا الليلة هذه المباركة ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى ليلة هيد الله وتزدت القلوب دينا وتشوقنا الله تعالى يعني الإنسان غير يرضى بدك شيء يقسم لي الله تعالى وربي كبير ربي كبير يا رب كل ما كتسد باب كيتحل أبواب كبيرة وكبيرة جدا أنا عند زريب ودي عمي الطيب كتمرت من شيء دوروف لي صعيبة وصعيبة وتكن قول هذه الأخرى وإذا بيتكيتحل شي باب من الأبواب الكبيرة سبحان الله أعطى الله كريم وأعطى الله إذا أعطاك المولى كما تقول عمي الطيب أذهشك يعني يسن يعيش على التفاؤل ويعيش على الأمل ويعيش اليوم اليوم بطوله وعرضه ولا ينسى الأوقات الأوقات في الصلاة تعطي الإنسان رفع وتعطيه رفع في الدرجة وتكون عندك الزوجة الطيبة ويكون عدتل ولدات ديالك تكون منك تدخل بيديالك وتلقى الزوجة فرحانة وللدات فرحانين كتزيد سعب في قلبك عنه وكنتزيد شي سجد شكرا لله شكرا لله وإكرامة وكنترحم على المرحومة بالرحمة والمغفرة والحمد لله إن الابتلاء صعيب ولكن الحمد لله ربي جاب تسير وربي الحمد لله فتح لنا أبواب وأبواب لو إن شاء الله نستردوا بحلقات تكون إن شاء الله باش لتصدر المستمعين يتذكروا أن الإنسان واخر باتطرمع الحاجة سمعتها أمي يا مولي والله أمي إلا إلا الإنسان كتفرح في القلب ديالك من اللي كتنشي كتكون من عمار بيت الله ومن اللي كتختل خطوات لله ومن اللي كتكون إنسان تحب الله الله كيتجل عليك وحتربي كي يعطيك شي شي بشارة ديال الخير في المنام كي يبشرك الله تعالى وكتعيش أنت دايما فرحان دايما سعيد دايما القلب ديالك مطمعا والعرزق تأتي من هنا ومن هناك رزقون تأتي إليه ورزقون يأتي إليك والله يقول الإخوان كتلقى ديك المحبة ديال الخلق بين الناس كين عندك هذه الحضوة كتقول هادي من الله هادي من الله فضلا من الله وإكرامه ومن يعمى بيله واللي بغي تعرف علينا أكتر فأكتر فيدخل لهديك القناة المحبوبة اللي صبع الحمد لله فضل بعض الله سبحانه وتعالى والدعم ديالكم عمي الطيب الحمد لله هادي القناة رغادي اللي إن شاء الله نخطط خطوات للأمام وبغينا اللي بغي يدخل ويتعرف على السعب الإله يدخل أخويا ويدير محبك البحث ويكتب شجرة أمال للمكفوفين ويدير معاناة عبد الإلام بن قريب ويعيش يشوف الظروف ويشوف الإنسان كيفاش كيعيش لا إله 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 لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله